نظام التقويم يؤدي الى هزا الموضوع. نظام التقويم. الطالب داخل فرصة واحدة. يدخل كل يزي الطب اللي الناس بتقول لها كلية. الناس بتقول لها كلية. يدخل اللي ممنجحش. وبعدين ما حد يسأل حد انت ننجحت ازاي. حتى الاسر بدأت تشارك في هزا المنظومة. في قبول مجتمعي ان الطالب يجيب درجة عالية. ما حد يش بيقول للطالب اللي جاب مية في المنجح ازاي? كل ما حد ننفرق بين حبتين. بين الغش وبين التسريب. التسريب هيقلف الوزارة. لكن الغش. الولاد لو لقى فرصة هتغش. ليه? لان نظام التقويم بيقدر كده. الدرجة ليها. الدرجة حددخلهم من طب. اه الاصل العيني لطب قصير. ما كلام غير منطقي. وفرصة واحدة. وامتحان واحدة. تبحطك شو تباق الحال في مواجهة الغش ده? تغير نظام التقويم. لازم نستحمل لحد ما تغير. لازم نستحمل لحد ما غير النظام. كل الاجراءات دي اجراءات امنية. لازم اجراءات تربوية. انا ضد ان الموضان والد يدخل وام يستني يبص على الدرجة اللي جنب وشان ينجح. لا. انا عاوش ده بنى قيمة عنده ان النجاح هو ده مضوعش ذاتي. يبني نفسه. لكن هو التعليم الولد حاسس ان ما بتعلمش حاجة في لها فايدة. فهو بس عاوش الدرجة. فتحول التعليم من نظام للتقويم للنظام للحصول على الدرجة لتقدم اكتب الكنسي. بس.